ونبتدي أول سؤال معنا في حلقتنا النهاردة مع أم عبد الرحمن من الإسماعيلية أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك كنت عايز أسأل حدك تات أسئلة صغيرين قوي في الصلاة تفضلي كنت عايز أسأل حدك يا فندم هو ينفع أن أنا أصلي في البيت ببجامة بيت واسعة وطويلة وطوبة بتاعها طويل طيب وإلى لازم أبراسها سدال طيب ده السؤال الأولاني السؤال الثاني أنا كنت بصلي المغرب وصرحت في التشاهد الوسطاني وسلمت يمين بس نسلمت الشمال افتكرت أطول حتى أيمة مواخدة ركعة الثالثة وسلمت كده المغرب ده محسوب ولا لازم أعيده السؤال التالي مولانا هو دلوقتي بالنسبة للفترة الحيد أنا هقطع الصلاة إمتى لأن أنا مامتي بتقولي لازم يعني إيه واحدة تسنى لما تشوف مثلا دم كتير مش من أول نقطة فمعيش أن أسأل كنت أسأل حدك وأنا هقطع الصلاة من إمتى طيب بص يا ستي أول سؤال بس السؤال المغرب بس أنت سلمتي بعد سلمتي بعد من الراكعة الثانية وبعدين رجعت جبت الراكعة الثالثة صح كده آه بس ما كملتش السلام يعني مكملتش كله صح ما فيش مشاكل بس أنا بس أتأكد أن أنا سمعتك صح أول حاجة يجوز لك أن أنت تصلي بالبيجام إحنا ما بنقولش الناس تصلي بالبيجامة لكن يجوز لك لأن هذا شرطنا في الصلاة أن يكون البدن كله مستور إلا الواجه والكفين بالنسبة للمرأة يبقى أنت لو كان البجامة سطرة الجسد كله إلا الواجه والكفين فصلاتك صحيحة وليس فيها شيء أنا عفاهم أن أنت بتقول أن أنت هتلبس بجامة وكمان هتلبس طرحة على شعرك عشان تبقي سطرة كميع بدنك فإذا كان الكلام ده فصلاتك صحيح ما يهمناش بقى أنت لابس بجامة ولا لابس إسدال الأهم حاجة أن أنت لابسة ما يستور بدنك إلا الواجه والكفين فصلاتك على هيئة اللي أنت قلتها دي صلاة صحيح الأمر الثاني في صلاة المغرب اللي أنت عمل ديتها صحيح أنت سلمت حتى لو سلمت سلام واحد وما سلمتش السلامين فأنت زودت حاجة في الصلاة وكمان سهيتي فسلمت من الركعة التانية فعشان كده ده محتاج أن أنت تجيبي ركعة عشان تتمي ركعات الصلاة وتسجده للسهو قبل السلام خليك يسجده دايما للسهو قبل السلام وسجده للسهو قبل السلام عشان تجبري ما وقع من زيادة في مسألة الصلاة إمتى إمتى أنت بتتوقف عن الصلاة؟ مع الدفقة اللي بتحصل من الدم لما يحصل في حيض فلما تحصل دفقة من الدم فيها حيض يبقى أنت هتمتنع عن الصلاة مش لازم يبقى الدفقة دي دم غزير بشدة لكن بمجرد ما يخرج دم هذا الدم يكون دفقة فيبقى خلاص أنت عليك كده خلاص أنت حصل الحيد وعليك أن أنت تنتنع من الصلاة